موسيقى حضارة الإغريق القدماء حوالي 800 قبل الميلاد 146 قبل الميلاد كانت إحدى أهم الحضارات في التاريخ البشري وقد تركت أثراً عميقاً على الثقافة والفلسفة والعلوم والفنون إليك ملخصاً عن حضارة الإغريق القدماء الموقع الجغرافي كانت اليونان القديمة موطناً لحضارة الإغريق كان لها مدينات مهمة مثل أثينا وسبارتا وكورينث الديانة كان الإغريق يعتنقون ديانة متعددة الآلهة حيث اعتقدوا بوجود العديد من الآلهة والنيافة أشهر هؤلاء الآلهة هم زيوس، أبولو، أثينا، أفروديت، وآخرون الفلسفة اشتهرت الحضارة الإغريقية بأنها ولدت الفلسفة أهم الفلسفة الإغريق القدماء هم سقراط، أفلاطون وأرسطو تناولت أفكارهم مجموعة واسعة من المواضيع بما في ذلك الأخلاق والسياسة والعلم الأدب والشعر قام الإغريق بكتابة الأدب والشعر بشكل ملحوظ أشهر الشعراء الإغريق هم هوميروس، وأسيسكيس، وأفيسيون، الفنون، والعمارة صنع الإغريق القدماء العديد من الأعمال الفنية والمعمارية المذهلة بما في ذلك النصب والمعابد مثل الأكروبوليس في أثينا الديمقراطية كانت أثينا أول دولة تعتمد نظام الديمقراطية حيث كان المواطنون يشاركون في اتخاذ القرارات السياسية الألعاب الأولمبية يعتبر تنظيم الألعاب الأولمبية في أولمبية جزءاً هاماً من التراث الإغريقي تأسست هذه الألعاب كمناسبة رياضية تجمع بين مختلف المدينات الإغريقية الحروب والصراعات شهدت حضارة الإغريق القدماء العديد من الحروب والصراعات بما في ذلك حروب البلوع والبلوعة وحروب بيلوبونيز والفترة الهيلينية تأثير الثقافة تركت حضارة الإغريق القدماء تأثيراً دائماً على العلوم والثقافة الغربية وهي ما زالت تمثل مصدر إلهام كبير حتى اليوم حضارة الإغريق القدماء هي واحدة من أعظم الحضارات في التاريخ وهي تعبر عن الفترة التي شهدت فيها الإبداع البشري في العديد من المجالات أشكر المشاهدة وأمل أن يكون فيما قدمت فائدة لكم لا تنسوا الدعم بالاشتراك والإعجاب